لو أنت واحد من العتولة القلة اللي عندهم مشكلة في تعديل البلاستيشن سري أحب أقول لك أن أقوم بعمل فيديو هذا بخصص لك يا صاحبي فلو أنت بتسمعني الأول مرة أهلا بك فيه أخواتك إحنا العتولة من العتولة؟ أنا ستجد أخبار شرحات تعديلات مراجعات وأنبوكس الحاجات فأتأكد أن تكون عمل سبسكرايب وتكون من فعل الجرس لماذا؟ لكي وصلت كل الفيديوهات لكن كده حاجات هانية تنسل تعمل أقوى لايك اشتركوا في القناة ونبدأ السلام عليكم وزيك أعطي أخباركم وعمليني يا رب خير دائماً معكم اسلام فايد في فيديو جديد اليوم معنا فيديو بخصوص المشاكل التي قابلت الناس وهي تعدل الأجهزة العتولة تقول لي بعض المشاكل والمشاكل التي سنحلها اليوم مع بعض ونتحدث عنها وإن شاء الله ستوصل معي ونرى حل للمشكلة بإذن الله نبدأ بأول مشكلة أول مشكلة وهي أن الموقع بي اس اس ري اكسبلويت ليس يفتح الموقع الرسمي ولكن هناك حل للمشكلة دي بعض الناس قابلتهم من المشكلة الحل يا رجالة الحل بكل بساطة أن تفتح المتصفح ليس تفتح انترنت براوزر تفتح السيرش وهذا بنسبة كبيرة جداً هناك فرق ما بين الاثنين هناك فرق كبير جداً ما بين الاثنين عندما تفتح الانترنت سيرش يبدأ أن تكتب اللينك الذي تريده يحاولك للمتصفح أو صفحة جوجل تختار الصفحة التعديلة لا تفتح معك وتأخذ لك الانترنت براوزر الذي ترى قدامك فوقه حسناً الحل يا عم اسلام الحل أنت ستخرج من المتصفح وتفتح الانترنت براوزر ليس انترنت سيرش هناك فرق ما بين الاثنين يا رجالة ستفتح الانترنت براوزر وبعد ذلك تكتب اللينك الذي قدامك سيعمل معك ويخش معك على المتصفح من غير أي مشكل طب يا عم اسلام أنا عملت كده برضو ولكن عندما يخش على الانترنت براوزر ليس بيشتغل معي برضو الصفحة ما بتشتغل شي الحل الحل أنت ستغير الانتورك بتاعتك أو الشوكة بتاعتك وتتأكد ان الجهاز بتاعك ليس خطبات ستغير الانت ازاي ستجيب الموبايل بتاعك وتشاره وتزبط من الموبايل وتبدأ ان انت تخش علشان تشغل التعديل الصفحة بتاع التعديل هتشتغل معك إن شاء الله من غير أي مشاكل ولو حد برضو حصل مع أي مشكلة يتواصل معي وان شاء الله نشوف حل المشكلة طب دي كانت أول مشكلة ثاني مشكلة معنا وهي أثناء تثبيت الهن أثناء تثبيت الهن بيجيب لك الارو اللي انت شايف قدامك دا لو آخره 06 والارو دا بيبقى من اي عم اسلام واي حلو الارو دا بكل بساطة جدا بيبقى من التاريخ والوقت لو انت التاريخ والوقت مش مضبطين عندك على الجهاز هيجيب لك المشكلة دي والهن مش هيتثبت عندك على الجهاز فتأكد تكون ضعبة التاريخ والوقت ازاي هثبت التاريخ والوقت بكل بساطة تروح للاعدادات وتخش في الديت انتايم دي وبعد كده تخش تكون مدخل النيت وتقول ان انت عايز عن طريق النيت انت تثبت التاريخ والوقت هو هيعمله تحديث مباشرة من خلال النيت هتلاقي ان الجهاز بتاعك تغير كده والتاريخ والوقت تتغيره وجهاز اوقات كده بيختلف من الليل للنهار بتلاقي شكل الجهاز جهاز بقى غامج جهاز بقى فاتح على حسب الليل والنهار فهتلاحظ ان فيه تغيرات ان شاء الله في الموضوع ده تزبط التاريخ والوقت وروح نزل الهن ان الهن هينزل معك من غير اي مشاكل والقرور ده مش هيجي معك مرة طيب دي كانت تاني مشكلة تالت مشكلة وهي ان لما بتروح تنزل برضو الهن ما بيظهرش معك وده كنت كلمت فيها في فيديو التعديل لو انت مستعطيش فيديو التعديل بص على الفيديو ده فيه شرح كامل لطريقة التعديل كنت ذكرت النقطة دي فيه بس اذكرها تاني من ضمن المشاكل المشكلة دي بتحصل ازاي لما بتروح عشان تنزل الهن بيخش معك في الصفحة التعديل عادي ما بيوجد مشكلة ويبدأ انه يقولك اقفل المتصفح بتقفل المتصفح المفروض يبدأ انه هو ينزل الهن في الحالة دي ما بينزلش اصلا الهن وبيعملش داونلود المشكلة دي بتبقى من ايه؟ اول شيء هتعملها هتفتح المتصفح وبعد كده تخش تدوس مسلس وبعد كده تخش في طولز وتعمل دليت للاربع حاجات اللي تحت دول الاربع حاجات دول هتعملهم دليت هيمسح الهيستري والكاش والحاجات بتاعت الجهاز دي بعد كده هتخرج خالص من المتصفح وبعد كده هتروح على الاعدادات وتشير نت من الموبال بتاعك او الهوتوسبوت بتاعك او من اي شبكة وتبدأ ان انت تجرب ان انت تخش المشكلة دي حصلت معي في جهاز واثنين وثلاثة واربعة كما ذكرت في الفيديو قبل كده اللي هو بتاع التعديلة والمشكلة دي تحلت معي فعلا في الاربع اجهزة لمشارة نت من الموبال فلو انت عملت كده ان شاء الله المشكلة دي هتتحل معاك ومش هيحصل معاك اي مشاكل طيب في مشاكل تانية دي المشاكل اللي جاتلي ودي المشاكل اللي قابلت ناس ودي الحلول بتاعتها ولكن انا شغال دلوقتي على فيديو خاص بالمكتبات المكتبات اللي هتشتغل معاك وافضل المكتبات وان شاء الله في مكتبة جديدة من ضمن المكتبات اللي احنا هتتكلم عليها فان شاء الله الفيديو اللي جاي بقى فيديو قوي جدا او فيديو حماسي جدا بإذن الله فاتأكد تكون عامل سبسكرايب تكون مفعل الجرس وشبص لك كل الفيديو هاته والناس اللي بتسألني برضو على نقطة تانية اللي هي لو انا حدست الجهاز الالعاب والحاجات دي هتتمسح برضو شغال على فيديو بخصوص النقطة دي علشان الناس اللي خايفة تحدث الأجهزة بتاعتها تفهم كل التفاصيل دي بإذن الله شرح عملية وكل حاجة عملية بإذن الله فلا تنسوا شارجة يعني حاجات كتير قوى هتستفدها بس هتعمل حاجة صغيرة قلو هتزل تعمل سبسكرايب وتفعلك جرس انت كده استفدت يا معلم وكده بقيت واحد من العتاولة وكده نقولك أهلا بك في وسط إخوات الكحناء العتاولة لا تنسوا شارجة وكده بفعل الجرس العتاولة الأدام بقى عارفين بيعملوا ايه ولولهم بقى يعملوا ايه صح كده هتزلوا تعملوا أقوى لايك ورأيوكو في الكومنتات ويلا هشوفكم في فيديو الجاية سلام